بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله وكفاء الصلاة والسلام على النبي المصطفى مرحبا بمستمعين الأفاضل مستمعي ذات الحياة اف ام في برنامجكم المحبذ هل تعلموا في حصة في الحقيقة هذه الحصة هي مواصلة للحصة الفارتة في موضوع في الحقيقة الموضوع هذا اجتمل عليه قوله سبحانه وتعالى بعد عوضه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي ارتعينا ان نواصل في هذا الموضوع نظرا لهميته ونظرا لهمية الماء وقيمة الماء وقيمة هذه النعمة التي انعم الله بها على البشر جميعا والحال انهم كثر هم الذين لا يعرفون قيمتها ولا يعرفون ربما فوائد هذه النعمة التي انعم الله بها على عباده المسلمين لذلك استضفنا مرة ثانية في هذه الحصة وفي هذا الموضوع بالذات استضفنا قلت مرة ثانية اه دكتورنا الفاضل اه اه سي الرضوان الصدفي مرحبا بك اه دكتور اهلا وسهلا بك سي لازهر مرة اخرى واهلا بمستمعين الكرام اذاعة اه حياة اثار اه كذلك بطبيعة الحال ورحب بالاخوة في الاخراج والتأثيث ويعني الترحاب بهم موصولا دكتورنا ونحن يعني في هذه الحصة المستمعون المشتاقون للمواصلة في قيمة الماء وقيمة هذه قيمة هذه النعمة فلتتفضل في هذا الاطار مواصلة لهذا الموضوع الكلمة لكات دكتور تفضل نواصل اخواني المستمعين في الحديث عن المتاعب والمشاكل التي تحدث لجسم الانسان عندما لا يشرب الكمية الكافية من الماء وتحدثنا على الجهاز التنفسي تحدثنا على الجهاز البولي والكيلات تحدثنا على الصداع الآن سنوصل في هذا الاطار وهو اخر عضو نتحدث عنه هو الجهاز الهضم الماء بالنسبة للجهاز الهضمي هو عنصر اساسي واساسي جدا كيف ذلك الماء ينظف وينقي الجهاز الهضمي المعدة والامعاء من كل الترسبات التي تقع عند عملية الهضم ينظف كذلك الغازات الزائدة التي تنتج عن عملية التخمير لما نأكله الناس برشا ناس تشكي هاو عندي برشا جاز هاو عندي اقلق بعد الماكنة ونقول له يا اخي لانا الامعاء متاعك ولانا المعدة متاعك موصلة الهاشي الكمية الكافية من الماء الماء عنده دور اساسي جدا وهو تنشيط وتحفيز حركة الامعاء بربي فهموني شوية في النقطة هذه حركة الامعاء هو امر اساسي باش الانسان يبدأ الجهاز الهضم يمتاعه ويخدم بانتظام لا تقعد عنده غازات زايدة لا يقعد عنده ترصبات وكثير من الناس اللي محقق تسمع فيها يشكيوا من عملية القبض اللي نسميه نحن الامساك والقبض انه الانسان يقعد ساعة ساعة بالنهار واثنين ما يستريحش يبقى نقوله انتي ما كشتشرف في الكمية الكافية متاع الماء وسنرى عندما نتحدث عن الماء كيف انه دواء معناها انه هو اللي ينشط الحركة كان شفته في التصور المسرنة متاعها المسرنة متاعنا فيها تم وجهة تقول عليها تم وجهة بحر ديزوند هكا موجودين وهي هذيك الحركة الطبيعية للامعاء لو تقف الحركة هذيك لو تكون الحركة هذيك بخيلة وكسولة جدا الانسان تقع له عدة مشاكل والمشاكل هذي موجودة وموجودة بكثرة الناس اللي تشكي من الغازات برش الناس اللي تشكي من النفخ اللي يجيهم بعد الماء يباون كلهم راهوا على خاطركم ما كمش تشربوا في الكمية الكافية متاع الماء لان الماء هو اللي نشطك الحركة والحركة هذي حاجة اساسية مهما تكون الماء اللي مشتاكلها عندها دخل شوية ولكن حركة الامعاء هي العنصر الاساسي باش الانسان يعمل تقع عملية الهضم بطريقة منظمة وطريقة عادية وسلسة ومن غير اتعال دكتور شكرا فيما ذهبت اليه احسبوا ان ما ذهبت اليه هو مفيد جدا اه لمستمعين وكل من يبحث عن قيمة هذه اه النعمة دكتور ربي سبحانه وتعالى يقول اه واكلوا واشربوا ولا تسرفوا يعني جاب الشرب او شرب الماء بعد الاكل ثم قال ولا تسرفوا وانت كنت تتحدث على شرب كمية كبيرة من الماء نعم سنتحدث عن هذا سنتحدث عن هذا كلامك كلامك في بلاستو والآية القرآنية هي هي تنجم تقول معجزة واحنا ان شاء الله يعني كل ما ان نترق اي موضوع نرى قيمة ما وجد في هذا القرآن الكريم يعني كلمة كلوه واشربوا ولا تسرفوه هذه حصة ان حدينك فيها سعتين وانا نقول لك شمعنيها ربي علاش قال ولا تسرفوه وما هي الامراض والاتعاب والمشاكل يمكن تقع في جسم الانسان عندما يقع الاصراف في الاكل وعندما يقع الاصراف في الماء اليوم مش نقصر على الاصراف في الماء ماذا يحدث له ولكن اتوا نجيب لك انا اي اخرى اللي هو سؤالي سؤال مزئل ونصور انه السؤال هذا حتى حتى مستمعين او حتى زاد الاخوة في التأثيث والاخراج سي آآ محمد صيف الدين بول عراس في سي اي من ليجان نتصور انهم في حاجة الى هذا السؤال وربما تساءلوا فيما في آآ ما بينهما آآ ما هي الكمية اذا اذا كان قد ولا تسرفوه ما هي الكمية يعني التي يمكن ان يسهلكها يعني الانسان في في اليوم فعلا ودكون كمية صحية يعني فيها فعلا فعلا وصلنا للنقطة هذه بعد ما تحدثنا على المتاعب والمشاكل تقع الجسم الانسان عندما يكون هناك نقص في في شرب الماء الان سنرى الماء كيف انه دواء وشفاء ولكن لمن في اي حالات ثم ما هي الكمية اللازمة للانسان ثم متى يشرب الانسان الماء ثم كيف يشرب الانسان الماء الاسألة هذه سنجيب عنا في الحال هات نبدو بالكمية اللي هي كيما قلت صحيح برش الناس يقول لك اخويا قداش لزمني انا ماء اسيدي العملية سهلة انا جبت لكم معادلة به يا ياسر احفظها كل عشرة كيلو في جسم الانسان كل عشرة كيلو ميزان في جسم الانسان هما محتاجين تقريبا بين 300 و350 ملي لتر من الماء ربما الناس اشنين لي 300 ملي لتر تقداش تقداش انا احسنتها 300 ملي لتر كل عشرة كيلو متى الانسان معناها تقريبا وانا اخترت حاجة نزنوا بها لانو كانوا كل كاس والكوب الكسان الان ولا تختلف اشكالها وحجمها خذيت الجوبلي متى القهوة 300 ملي لتر بنسبة الجوبلي متى القهوة هما زوز جوبليات ونص هذو ما 300 ملي وتوا الناس كل ولا تشعب في الجوبلي والحمد لله انو تنحات الكسان بالنار من قوي تعرف علاش هذا سنظر انا انا نديك بالشي هذايا من من سنوات قبلها الكورونا وقبل كذا لانه هو جاء وقت بالاوقات خاصة في التسعينات التيبيركولوز مرض الصلة عفانا وعفاكم الله رجع رجع شوية ولا بكثرة ومن جملة الاسباب متاعه هي الكسان متاع البلار اللي موجودين في القاوي لانه البكتيري متاع المرض الصلة ذايا معناه فيها عدوة كبيرة ياسم وصفوار اللي اللي في القاهوة ينظفها كمان بغير ومنظفهاش كمان بغير ولذلك انا ننصح وخياني الكل اللي يمشيوا للقاوي ما يشربوا إلا في الجوبلي هذاك اللي هو من الكردولة وهذه وهو صحي قداش كمية الماء اللي نشربها قلنا كل عشرة كيلو بين 300 و 350 ملي بالطبيعة هذي يختلف على حسب التقس في الوقت اللي نبدأوا في تقس سخون نضيعوا برشماء عن طريق العرق عن طريق السخانة اللي 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 نحتاجوا أكثر ما في اشتاء تقل الكمية ناخدوا مثال إنسان وزنوا 70 كيلو سبعة في 350 تجي تقريب اي ترتين اي ترتين ونص او الميزان واحد يقولوا ستين كيلو يلزموا على اقل اي ترى ونص اي ترتين ما في النهار اللي اللي يوزن 100 كيلو والميزان هذي بتاع 100 كيلو ولا متكاثر طوال يجي موضوع إن شاء الله نتحثه على كلو واشربو ولا تسرفو اللي 100 كيلو هذي هولات منتشرة اللي وزنوا 300 كيلو يزموا على القد 3 سيطرة 3 سيطرة ونص ما في النهار ولذلك خوذ الحساب ذايا الإنسان اللي باش يعرف روحه قداش يلزمه ماء يزرحه كل عشرة كيلو زوز جوبليات ونصف ماء سهلة العملية احسب ميزانك انت قداش كل عشرة كيلو هذي أشي يلزمهم ماء إذن الدكتور إذن اللي انقلوه تولي مستمعين في المسألة هذه وهي يعني مسألة علمية أمور علمية لا أمور علمية مستمعين نقلولهم عشرة كيلو تساوي ثلاثمئات ملي ماء ما هذي ثلاثمئة ثلاثمئة وخمسين ملي ماء أخلني ناخذوا أقل حاجة ميزانك أقل حاجة ثلاثمئة أقل حاجة الثلاثمئة يعني تشوف انت إذا روحه بتوزي ستين سبعين فهمت سأضربها في الثلاثمئة ملي طبقا روحه قداش يلزمك من الملي في النهاء في النهاء في النهاء طبقا السؤال المشي يجيه طبقا ده دكتور ولي مش نخرجه بعض الفاصل وجيك السؤال هذا مستمعين يقولك كيفاش أنا أنا مش لي متعود نشرب الماء ونلقاش عندي رغبة جامحة وملاحظة في أني نشرب الماء ثماش طريقة معينة أني نجم نشرب بها الكمية هذي هذا سؤال السؤال الثاني هذا في الحالة العادية وكيضل ثم حالة مرضية للشخص عادية في الحالة العادية إنسان عادي يلزمه كذا وكذا وكذا وكيضل في حالة مرضية أخرى معينة كيفاش نعملوا معاه مستمعين على فاضل نخرج فاصل ثم نعود فلا تذهبوا بعيدا هل تعلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مستمعين على فاضل مستمعين ذات الحياة تفاهم في برنامجكم هل تعلم عدنا والعود وأحمد في هذه النعمة نعمة الماء وما فيها من دلالات وأبعاد وما فيها من أعجاز مع دكتورنا دكتور هنا نتصور أنا متسمعينة أوقع دينية ربما أنه يعني في يعني في حيرة من أمرهم يعني أنه يشوفوا يسمعوا هالمستائل هذه الأقلمية يعني أنا بيدي أنا بيدي ما أستغرب معنا أنا بيدي ما عنديش هذه معنا فمتفضل بكتور أنا مش نعطي طريقة باهية وحلوة ياسر وسهلة إحنا نصليه في النهار قداش من المرة؟ خمسة صلوات أنا نطلب من الأخوان حتى اللي ما عندهمش عادة شربين الماء لأنه قبل ما يبدأ يصلي يشرب كاسماء بعد ما يكمل الصلاة يشرب لي كاسماء آخر إذا يعمل الشي هذا في الخمسة مرات فليتأكد أنه اللي ترتين متاعه اللي ترتين ونص متاعه بيحاول الله يوصلوا البدن أي سهلة علش أنا أقول لك لماذا؟ بكري قلت كلمة باية في بلاستها أنا أنا ما نحسش بحاجة إلى الماء يا أخواني وقت اللي بدينا نتحثوا على أهمية الماء قلنا الإنسان يجب أن يكون صديق لهذا الماء الماء يا جماعة الخير ما تستناشي روحك تعتش بيش تشرب الماء هذه غلطة كبيرة لأنه لأنه وقت اللي بدنك يقول لك أراني عطشان سيكراي الخلايا متاعك وقتها تشتكيه وقتها وصلت إلى مرحلة الجفاف وهذا اختار لا هذه دقة سأنا دكتور هذه دقة في العملية ناقف عندها ما تستناش لأن جسمك يطلب الماء معانتها أنت جسمك يطلب الماء يعني هو في اختار في اختار يعني كما نقول أنا يا ودي يعني صحتك تصونها قبل ما تمر سيارتك زي دا تفقدها قبل ما تحديك كمان هذا هو هذي ساعة هذي مسألة دقيقة جدا أنك ما تستناش جسمك لأن يطلب الماء معانتها وهو وهو راو يسي لا زهر يسي لا زهر شوف ربي سبحانه وتعالى إني عم وإنت عدوا نعمة الله لا تحصوها هو الألم في حد ذاته نعمة من الله تعالوا يحدي يقول قايل تواكه أنا موجوع وانت 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 يدخل لي نعمة من الله ينعم يسي لأن الألم يخبرك يحذرك على فما حاجة في بدنك راه يمشي بريقيا برا ريقلها يسارة فنعمة فالألم نعمة وخاصة إذا كان يرجدك للمكان متاعه ووقت اللي تمشي للطبيب وتقوله أنا البلاسة دي كتوجعني الطبيب تسهل علي التشخيص وعلى ثاني حاجة يمشي لك للدواء اللي لازمك فالألم نعمة العطش هو لأنه لو كان ربي سبحانه وتعالى ما خلق ناشي الإحساس بالعطش الإنسان يموت هو واقف لأنه ما فماش حاجة ندته للماء ولكن أنا نقول بالنسبة للماء الأفضل الإنسان ما يستناش روحه يعتش لأنك إذا كان وصلت مرحات العطشرة وجافات استنسيني دع العرم رد بال يعود يا رب أنك احتاجي للماء في الوقت اللي الإنسان يتعود على مثلا طريقة الصلاة هذية أنه قبل ما نصلي نشرب كاس ماء بعد ما نكمل الصلاة نشرب كويسماء أخر ونحمد ربي علينا ونزيدو حاجة أخرى الدكتور ونزيدو حاجة أخرى يمكن أنه يتعود بها فهمت؟ وقت اللي يتوضى يشرب بعد ما يكمل الوضوء يشرب سربة ماء أنا ماشي الإسلاة يعني يعني كيف كيف لايه يشرب غادي ونزيد يكمل غاديك كيف كيف ربما ناس ما تشربش ماشيش ما فينكش ولا تتوضى ولا من الإناء اللي هو يتوضى فيه ولذلك هنا قلنا تأثى حويش قلنا كمية الماء هي كل عشرة كيلو يلزمها بين ثلاثمائة وثلاثمائة وخمسين ميلي أعمل حسابك تنطلقى حسابك صحيح ثاني حاجة ما تستناش روحك تعطش ما تستناش يزم يتعود الإنسان على أنه يشرب الماء بل الآن مش ننتقل لي لا موضوع آخر وهو ما هي الأشياء اللي فعلا في كل وقتها ذاك بره أشرب فيها الماء يعني ما هي الأعراض ما نقولش الأمراض يعني في أكثرية لحيان هي أعراض تجي للإنسان تحدثنا في أول ما تحدثنا عن الصداع وجيعة الرأس وما أكثرها من وجيعة الرأس يا إخواني نقصوا من الأدوية اللي هي تنحي وجيعة الرأس أي واحد يقول لك نقص اللي نحي وجيعة معلاصي كونترادكتوار اللي يسمعني لا يا سيد الأدوية اللي تنحي وجيعة متاعها الرأس راهي الكثرة متاحها والأكثار منها مضرة للبدن الضر الكبدة الضر الكلاوي يمكن توصل إلى فشل كلاوي يا ناس نقصوا من الاستعمال الأدوية لأنه لو كان جات هي الداوية راكم المرة لولا بريت وما رجعتش لكن مدام رجع ولذلك ما هيش هي الدواء الناجح من جملة الأدوية اللي تعاون على تنحيط وجيعة الرأس هو شربين الماء أنا ننصح وخياني اللي عندهم هالبالية ورب إن شاء الله يشفينا ويشفيهم اللي عندهم مشكلة وجيعة الرأس ننصحوا ما يمشيشي للحربوشة يمشي للماء يشرب لي كاسين ماء وخاصةً كي يبدأوا بردين يعني في الشتاء مشوا من الفرجدار لا ماء برد معناها دابوسة ولا الإناء اللي مش يشربين معناها يكون يكون الماء ما فيها باس في الصيف تكون في متيش ولا معناها من الفرجدار مش مقلصة وتو بعد نتحدث على الماله مقلص والمضار بتاعه الإنسان اللي عنده وجيعة رأس يشرب لي الماء المرأة الحامل وهذه المرأة الحامل يبدأ في أكثرية تحيين عندها وجيعة في ظهرها ننصحها ما تمشيشي للدواء لأن الدواء يمكن يضرها يمكن يضر الجانين المتاح نقول لها وننصحها أشرب الماء وهذا رأيه أمور علمية مش أمور هكاكة أشرب الماء استانس بشربين الماء اللي عندك وجيعة الراس وسترى أن في اليوم الخامس في اليوم العاشر بعد جمعة بعد جمعتين يولي راسك يرتاح وقت اللي عندك وجيعة تشرب له الماء وإذا كانت عودت على شربين الماء بالكمية الكافية أنا أكد لك سبعين في المائة من وجيعة راسك تمشي على روحك ولا تحتاج إلى الأدوية هذي اللي أنا كما كنت نقول فها مضار ونعكاسات اللي مش بات أحدهم دكتور تصل بي وقال سمعت الحصة وأنا من الناسي اللي وجعني راسي فشربت الماء برشا يعني نقصت الألم لكن قال لي قال الله غالب في الليل نقوم مرتين وثلاثة نمشي لدورة المائة هذي هذي هتون تحفظوا عليه على الكمية أنت بكرش بت الكمية وهي هنا تستحضرني آية قرآنية ما شاء الله على كلام الله ما شاء الله أنا كل منسان يقرأ القرآن إلا ويكتشفح ويش إلا يقول فيها رب العزة بعد عوض بالله مش طعال الرجيم وأرسلنا الرياحة لواقحة فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخزينين الإنسان مهما يكون يشرب ماء اتهنى ما تقلقش إذا اللي بدلنا متاعك سليم عنا ميكانيزمات في وسط اللي بدلنا متاعنا يخرجوا المازين اتأكد أنه بدنك ما ياخد إلا الكمية اللي حشته بها لأخر الكل يخرج عنا الكلاو ما كشربت برشة ماء اتأكد أنا مش يكثر عليك التباو لأنه الماء ده كيزم يخرج فأسقيناكموه ربي سبحانه وتعالى ونسقان وما أنتم له بخزينين إحنا ما نحكموش فيه الماء عنده ميكانيزمات الداخل في اللي بدلنا متاعنا اللي بدلنا ياخد ما حشته ياخد الكمية اللي حشته بها ولياخد الكل رو مش يخرجوا عنا الكلاوي عنا الكبدة كيف كيف متخليش الماء الزايد الكل اللي فبتيش ولا ه تبعثوا البرة عنا القلب بذخانه في الدم وقت اللي يضخوا الدم بزايد في وسط الكلاوي يلزها باش تخرج الماء الزايد دي دليل ناس المرحب الدليل هذا نرجاله بعد دكتور لانه مش نخرج فاصل تويكة ولكن قبل الخرج من الفاصل نقولوا نزيدوا نذكروا خيان المستمعين وقولوا لهم رأي الماء نعمة وشربوا الماء وكيما كنت تسمى في الدكتور انه ثم أعراض كثيرة تستدهي شرب الماء وجيعة الرأس المرأة المرأة الحامل وكل تقريبا كل ألم ربما في البدن انه يستحق شرب الماء نخرج فاصل ثم نعود فلا تذهبوا بعيدا هل تعلم؟ هل تعلم؟ تبقى إلا الكمية التي يحتاجها الجسم والباقي يعني يخرج نعم ما هو دليلي على هذا؟ الناس اللي المرضى رب إن شاء الله يشفينا ويشفيهم ناس مثلا الكلاوي متاعهم ما يخدمش مليح تلقى عنده نفخ فرجليه ليش؟ هذاك ما يلزمه يخرج لكن كما الكلاوي ما خدمتش الوظيفة متاحها أكل ما ذاك مش هتحصل له فرجليه الناس اللي عندها عافينا أعرفكم الله الماء اللي في كرشها لسيت لأن الكبدة ما خدمتش الوظيفة متاحها كما ينبغيه الكبدة مريضة تاعبة الماء اللي نشربوه نحنا زيت يتجد في الكرش القلب وهذا طباء القلب وبرضة متاع القلب رب إن شاء الله يشفيهم وقت اللي يبدأ عنده القلب لتاعه ما يخدمش مليح يتكونوا هالنفخ داي فرجليه هذاك الماء الزيت اللي اللي بدن مقدرش باش يخرجه فأسقيناكموه وما أنتم له بخازيه آه يا زيدي مستمعين هذي مسألة أخرى هذي مسألة أخرى صحية مستمعين الله فاضل إنه اللي يشوف عافينا وعافيكم الله نافق في ساقيه رأوا عنده ما في بدنه زايد على الكمية اللي يمكن أنه يستحقها اللي بدنك الكمية دي كما خرجتش ولذلك يلزم يراجع الطبيب يمتعه يلزم يراجع الطبيب يمتعه لأنه عنده عظم من الأعضاء ما هوش يقعد يخدم آه كما ينبغيه لأنه ربي قال فأسقيناكموه وما أنتم له بخازيه نعم الآن فما حاجة أخرى وهي يعني من داولة برشا اللي هي الكرامب الشد اللي يجيه في العضلة بعض الحين يجيه في الليل هالناس دوم اللي عندهم المشكلة هذي وأنا نقصد به خاصة النساء إذا عندهم الشد هذية وبصيفة كبيرة نقول له مشربوا الماء أروا اللي بدن نمتاعكم ناقص في الماء هذاك علاش عندكم واذاك علاش يجيوكم في الليل أروا فما نقص في شربان الماء هناك موضوع آخر لأنه إهمني أنا برشا وهي الإمساك الإمساك اللي نسميون إحنا بالقبض فمتيش ولا وما ينجروا عنه من من مشاكل اللي هي العذر اللي هي جرح في المخرج متاعه وهذا شيء يعني ولا موجود السبب متاعه هو قلة شربان الماء الناس اللي عند هالقبض أنا ننصحهم ننصحهم بشربان على الأقل نصفية ماء دافية على الهواء هالقاعدة هذية نحب الناس اللي تشتكي من غازات كبيرة في كرشح من اللي عند هالإمساك اللي عند هالقبض ننصحهم بنصفية ما دافية دافية ونحط السطر بتاحت دافية ما هيش باردة ما هيش سخونة برشا برشا المحاجة مقبولة يشرب هالي عالخواه وسيارة ويستنى على الأقل نصف ساعة ساعة غربوع مش يفتر فتر صبح يخلي هكلمة هذاك يقوم بالمفعول متاعه وهو تنشيط وتحريك الحركة متاع متاع الأمعاء سيرى أنه في وقت وجيز بيحول الله جمعة جمعتين يتنحلوا مش كلتها القبض هدايا وإذا تنحل القبض بتبيع العذر ما هاتش يتكون الجرح ما هاتش يتكون معني شوف سلاسا كيفاش الماء يعالج المشكلة من جذورها تو برشا ناسي يقول لك أخي أنا عندي عذر ما نداوي العذر لا لا ما يكفيش الداوي العذر يعني حاجة وقتية شوف السبب متاعه السبب متاع العذر وفي أكثرية الأحيان السبب متاع العذر هدايا والجرح اللي يتكون في المخرج السبب متاعه هو القبض والسبب متاع القبض هو قلة شربانيا الماء فالوخيان دي عنده مشكلة هذية يقوموا بالشي هذية ما قلش يجربوا لأنه هذا لأنه هذا صحيح يزي من استعمال أكل لأكل 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 للاكساتيف اللاكساتيف يعني اللي يمشي للكرشك الأدوية ديك أنا ما نحبش الأدوية ياسر ياسر لأن الدواء يداويك فكل وقت هذيك ولكن ولكن تقص الدواء ترجع المثلة بينماك يتبدأ صديق للماء بينماك يتسنس روحك على الإخواء تشرب نصف فيتراماة دافية أن أكد لك أن هالقبض هذية يمشي على روحه خاصة جايته ورمضان يلزم الإنسان تهيأ روحه في رمضان نقعده تقريب 16-15 ساعة من نشربوش ماء مناكلوش معناه ولذلك الإنسان يلزم يسنس روحه أنه على الخواه يشرب على الأقل نصف فيتراماة دكتور بالله قبل ما نمر ثم سؤال جاني عن طريق التلفون قال لي اسهلوا للدكتور أنه يعني صاحب السؤال يقول أنا يعني دي ما يطلق يعني الهواء هذا السبب فيه يعني زاد عنده علاقة بالنقصة الماء عنده علاقة بالماء هو صحيح عنده عنده عدة أسباب أخرى وهي نوع التغذية متاعه نوع التغذية متاعه ما هي شي صحيحة وخاصة أنا أقولها ما بين قوسينا هذه نلزمها حصة كاملة هو مكلته السكر ياسر إحنا ناكله ياسر سكريات ناكله ياسر نشويات العجين الخبز الأبيض الكوسكسي متاع السوق هذوما بكلهم هذوما يتحولوا إلى سكريات لأنها النشويات هي بكلها عم يضعم بكلها مشتولي معناها سكريات وهذه تعمل عملية تخمير زايدة على اللزوم في وسط المسرن اللخشين بتاعنا وهذاك علاش يتكون عدة غازات شربان الماء بنتي ضعب بالكمية اللي يلزمها تدخل اللي بدن بتاعك هذيكا تعاون ياسر على التخلص من هالقلق هذي من هالغاز هذي الزيت الزيت الآن اللي نحب نقول وقتاش مايتشربش الماء طب تحدثنا هو وقتاش يتشرب الماء وقتاش مايتشربش الماء يا أخواني الماء مايتشربش بعد الماكلة بالضبط مايتشربش الماء مايتشربش الماء خاصة المالبيرن وهذي عادة عند الشباب الآن يكمل خاصة في الصيف يكمل الماكلة يجب الدبوسة الماء من الفرجيدار معناها يشربها ما هيش باهية وليو شربه أثناء الأكل أثناء الأكل مايسالش يعني أثناء الأكل قبل الأكل وقبل الأكل هذيكا أحسن فايدة مندع الماء أحسن فايدة للماء أنك تشربه قبل لأنه عنده عدة أدوار ينظف المسار ينظف المعدة ولكن زادا يعطيناك الإحساس مشباع لأنه يبدأ يعبي في المعدة لأنه من جملة المشاكل اللي نحن اللي عنا هو الإصراف في الأكل الإصراف معناها ناكله ننبورتكوان ننبورتكوان ننبورتكوما يعني من وقت اللي يجيه الإنسان يكون قاعد هنا يمشي غادي يقدم له صاحبه حاجة متاع ماكنة ما يقولش لا يهود يراني أنا ماكوش أبعي لا هات برك فبتي هذي عادة خايبة ياسر الإصراف في الأكل شربان الماء شربان الماء قبل الماكنة يعاونك باش تاخذ الكمية متاع الماكنة متاعك اللي لازمة سيئة تحبيت المعدة تحس بأنك أنك شبعت والحمد لله سيئة شبعت والحمد لله سيئة أكثر يس أكثر وهذا كان النظام البيه فشربان الماء على الأخوة أو قبل الأكل به ياسر ننصح بيها أنا اللي مش وبايه هو شربان الماء بعد الماكنة وخاصة وخاصة الماء البارد الماء البارد بعد الماء كله مش بارد لأنه الدهون إذا كانك ليت حاجة دسمة ولا كده الدهون هذي كمش تتجمد تتجمد في المعدة تتجمد في الأمعاء ويصعب التخلص منها أي دكتور بالله لا يقبل على الخطر للزمن الغالب الزمن المواجهة الخاصة ما تقولي شي فالي أنوانا كيما النصيحة عندك نصيحة مش نعطيك يعني تقولها ولكن أنا عندي سوال مهم فضلك السوال هو أه أو يعني قول الرسول صلى الله وسلم أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نقوم لنا ناكل حتى نجوه وإذا أكلنا فلنشبع وانت قلت يعني بعد شرب الماء الماخذة يعني نصيبه اللي بدأنا نبعدين ناكله تحسني أنك أنتش بعد لكن هو قال نحن قوم لنا ناكل حتى نجوه وإذا أكلنا فلنشبع نصور هذي قاعدة صحية بايه هذه حاجة والحاجة الثانية بمنوى الأكل متعلق بالماء كيف نشرب الماء؟ كيف نشرب؟ لماذا؟ لأنه أنا نوجد في الأثر وأنه شرب الماء على ثلاث يعني مرات يكون أفضل حديث حديث لرسول الله سبحانه يكون أفضل حديث لرسول الله سنة هذا بعد ما نكمل أنا المضار متحشر بين الماء لأنه الناس أقول لي ما تحسسهم شي بالمضار يقول لك أنا المساجة أنا نشرب الماء لا لا يسيد ما تشربيش الماء بعد الماء لقول أن المضار متاعه يخلي الدهنيات يجمدوا ويتلسقوا في المعدة وفي المسار ويصعب التخلص منها وثاني حاجة خاصة الناس اللي عندها جايل اللي عندها كل حراك يبدأ تعلق عهابت بعد الماكلة إياكم وإياكم من شرب الماء بعد الماكلة بوفر ياسر إذا معلق الساعة ونص ساعتين بعد الماكلة أشرب جربة ماء بشفاء ولا لا والحاجة الأخرى إذا كان مزال إذا كان عننا مازال دكتور إذا كان مزال عننا يعني في مسائل الماء أمور علمية دقيقة نعطيك النصيحة وهذه نواصل فيها حوجة أخرى صغيرة نحب نكمل بها والحاجة الأخرى اللي مزمشي نشرب ماء وقت اللي يقرب وقت النوم وقت اللي يقرب وقت النوم متاعك ابعد على شربان الماء لأنه الماء كما قلنا وما أنتم له بخازنين الكلاوي مش تجبر تخدمهم ويقيموك في الليل عند مرات باش تمشي تستريح باش تمشي تستبل وهدايا بالطبيعة مش يقلق النوم متاعك كيف كيف الناس اللي عندها الجاير إياهم وإياكم أن تشربوا الماء قبل ما ترغب ما دكتور مبالا عادة سيئة عندي أنا عندي عادة سيئة قبل ما نرغب نشرب لا لا هدي عادة عادة مش يباهي عادة مش يباهي اتخلص منها لو عدا كني تخلص منها تخلص منها فاهم به الحديث اللي اللي يقول لك عليها هو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نشرب الماء نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كالبعيل بل شربوا مثنى وثلاث ماذا به إنسان تيقوا كاسبا مش يشربوا ما يشربوا شي زعدة واحدة احنا نقوله لا اشربوا بشوية بشوية باهي وألطف للبدان وهذا من لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا فما حاجة مهمة أنا نحب أن نكمل بها وهو وقت اللي الناس تمشي تشري الماء أنا هو الماء اللي تشريه أتوها تبرك الله تدخل المغازة مش تشري الماء تلقى عدة أنواع يا ناس مش نعطيكم طريقة كيفاش تختار عليش تشري تشري الماء هذاي ومتشريش الماء لأخر افهموني من ليه وهي حاجة الله غالب بينما الشعب انتعنى لكل كثري تقاري ولكن لا يقرأ لا يقرأ بينما رب سبحانه وتعالى وديما نرجع للقرآن الكريم يقول فلينظر الإنسان تقرأوا إلى طعامه الهيدروجيني وذاي الناس كل معناها يقرأوه الـ pH الـ pH تعرفش أنه هو أحسن ماء سحسي اللي أظهر في الكون هذا الكله أحسن ماء هو ماء زمزم أي ماء زمزم ماء زمزم زمزم واللي ماء شري بلاء صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله نعم أفضل ماء طبيعي في الكون هذا الكله هو ماء زمزم تعرفش قدش الـ pH متاعه 8.4 قد ما يكون الماء بعيدة عن الحموضة قد ما يكون الماء أفضل يعني توا المياه اللي موجودة عننا هنا إن إحنا في تونس ديما أكتريتها 7.4 7.6 7.7 معناه أنت وقت اللي تجيه مش تختار تقول ناخذ الماء هذا ومش الماء هذا هو اللي أقرب لـ 8 ديما عس على الـ pH الماء اللي أقرب لـ 8 هذا كروه اللي نافع للبدان العنصر الآخر هو لنيترات لنيترات يبدأوا موجودة قد ما يكون لنيترات أقل ما يكون قد ما يكون الماء أنفع المعتدل متاع الماء هو متاع لنيترات ما يكون شيفوت خمسين ميلي جرام في اللتر الواحد ولذلك تجي مش تشري دابو سبا تقول نشري هذي وما نشري شي هذي أغزولي الهازوز حواجه العنصرين الثلين أغزولي للـ pH قد ما يكون الـ pH عالي قد ما يكون الماء باهي ونافع للبدان المتاع وقد ما يكون لنيترات لنيترات هذوما هما يعملوا برشة ترصبات يعملوا برشة حواجه مش باهية في البدان قد ما يكون أقل نسبة بتاع لنيترات هذيك الماء اللي يزمك تشريه شكراً دكتور وربي وفقناً شعباً شكراً دكتور واستمعينا لفاظ المستمعي ذات الحياة FM كنتم تستمعون إلى هذه النعمة التي أنعم الله بها على عباده وهي نعمة الماء وربي سبحانه وتعالى نعود للآية اللي قال فيها ربي سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حين إذا أردت أنتحيا حياة سليمة من الأمراض سليمة من الأتعاب سليمة من الترصبات أشرب كثيراً من الماء كما كان يقول الدكتور وبطبيعة الحياة شرب الماء اللهوزة أشرب الماء اللي يلزمك أي اللي يلزمك كثير من الماء يعني في حدود الذي قلناه فك المسألة العلمية نعم بقدر وهو كل شيء بقدر يعني يقول ربي سبحانه وتعالى آآ مستمعي لفاضي مستمعي ذات الحياة أشرفت الحصة على آآ النهاية شكر لدكتورنا صدفي باركة الله وفيك ويعطيك صحة وإن شاء الله في ميزان حسنات كذلك الشكر موصول لسي عيم الليجا وسي محمد سيف الدين بالعراس في الإخراج والتأثيث مع تحيات الدكتور نازر بن علي البريكي إلى اللقاء شكرا هل تعلم